ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 سواء اشتركوا في القناة 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 شكرا السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله المطلع على الله للمخي ولكمون العالم بسر العبد والجهيه والفنون المنفرن بإنشاء العالم وإبداع فنون المقدع لكل منهم في حركاته وسهونه أحسن كل شيء وفلق وفتق الأسماء وشرق الحنى وأحصى عددنا في الشجر ومقرد أعواله ومصوره مد الأرض ووضعها وأوسع السماء ومفعها وسير الحجوم وغلعها في حادث الليل ودجوه أنزل القطر وبلاء ذاته فأنقذ به البذر من اليمسي قال هذا خط الله فأرمي ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مدين وأشهد لله لها إلى الله واحتمنا شريكنا وأشهد من سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقبتنا إلى الخير المحفنة ورسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحباب نحن في ضلال هذه الليالي المباركة ليالي الشهر المضوان نلتنس من العبرة والعبرة ونتحدث بأخلاق الصيام ونعيش سوياً لهذه النحرار عن خلق من أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي على كل مسلم أن يتحلى به بالصيام ألا وهو خلق الحياة أيها الأحباب الحياة هو الانتصار فالمسلم لزرع عليه أن يستعيه المضوان وأجنى أره حيّد الله وأن يفتقي له حجز أهاب ونحن في شهر الضوان شهر التنسل الرجاع التنسل الرحمن من الله تبارك وتعالى فاحذر أيها المسلم الكريم أن يضاف المولى عز وجل على معصية في هذا الشهر الكريم المفار إن لم تستحين فاصنع ما جئ والحياة شعبت من شعب الإنمان هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابك الكرام استحنوا من الله حق الحياة فقالوا إنا نحتحن والحمد لله يا رسول الله فانطر ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم غير ذاك يوم الحياة وإنما الحياة من الله أن تحفظ الرأس وما وعر والبطل وما حول وأن تتذكر الموت والبنى فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة هذه الجوالح الذي منح الله فيها لا تجعل هذا النظر ينظر فيما أرم الله تبارك وتعالى ولكن نقر في كتاب من كتب من كتب من كتب من القرآن الكثير في القرآن الكثير أو في سنة سبيلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها الأحباب لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حياءاً فكان صلى الله عليه وسلم أشبه الناس حياءاً من الهجراء في خبرها فانزامت علينا أن نقتجر النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن نستحي إلى الناس نستحي إلى الله تبارك وتعالى أقول سبيلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحياة فلوك عظيم لزر على كل مسلم أن يقتصم به امتداءاً واكتداءاً بصحابة رسول الله روان الله عليه وسلم يسعى الله جل وعلا أن يرسومنا الحياة اللهم رسومنا الحياة اللهم نفل المؤمنين والإمكان المسلمين والمسلمان والأحياة منهم وعلا إن كان ضدنا سبيل ونفقين وتجيب الدعوات يا رب العالمين تأمينها منهم وصلنا رفا مسلم وبارك على سيدنا وحباً وعلى آله وصحبه وسلم وقوموا لصلاتكم أرحمكم الله صلاة القيام أعزابكم الله شكراً 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 الله مهبر الله مهبر الله مهبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي المدين إياك الأكر وإياك السعيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي لا تعمل عليهم غير الله عليهم ولا قادمين آمين ولقد جاءهم موسى بالبنى ثم انتقفتم لجنة من بعده ولم كن ظالمون وإذ أخذنا ميداقا وعبعنا موقعهم وقتما آدناهم بهم واسعوا قالوا سبيلنا عاصلنا وانجروا في غلوبهم العيلة بمفير قل بئس ما يأمرهم به إيمانهم إن كنه ثم مؤمنين قل إن كان لكم تاروا الأخرة وعند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الأرض للكم صالحين ولن يتبكروا أهلا بنا واتبكر فيهم والله وعليهم بالظالمين والله 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 كلها نعم كلها السلام عليكم ورحمة الله اللهم قل على سيدنا محمد اللهم قل على سيدنا محمد الحمد لله من رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يمتثين إياك نأكل وإياك السمين اهدنا الصراع المستقيم صراع الذين لن عبد وهدهم وهي المخبوب عليهم ولا قالين آمين ولد لذنهم أحرص الناس على عياتهم ومن الذين أشعرون يا ودرادهم له أمر ألبسده وما هو في مزحزحه من العذاب وما هو في مزحزحه من العذاب أبيه أمر والله وصلهم لما يعملون قل من كان عنوى لجبرين فإنه نزل ولا ولك بإذن الله صدقا لما فيره ليه واهدهم ورشاء الممين من كان عنوى لله وهلالك فيه ورسله وهدري وريكان فإن الله عنوى للكاترين ورسله الله سبين الله ورسله إنها ورسله الله مهلا الله مهلا الله مهلا الله مهلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم مكين إياك نأكل وإياك نستهيم اهدنا الصرار المستقيم صرار الذين ألعنت على الهلم غل المخبوب عليهم والقالين أمين أول ما آملوا أعداً نبذروا فريق منهم بل أفهم لا يؤمنون ولما جاءت رسولهم من حمد الله مصدقوا لما أرم نبذرهم من الذين أعودوا الكتاب كتاب الله وراء الضغير كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تكن الشياطين على المحكي سليمان وما كفر سليمان ولا إن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بفاقر مارود ومارود وبالطل ما من أحد حتى يقولا إنما لهم فتنة فلا نبذر فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بغارين به من أعد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفرهم ولقد علمون من اشتراه ما لهم في الآثرة بالغلاق ولليس ما شروا به أنفسهم لهم كانوا يعلمون اللهم أفضل طبيع الله لنا تأتي طبيعه 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 اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله